ليست أطراف الحرب في اليمن هي المختلفة فقط بل حتى الوسطاء والجهات المفترض أنها محايدة قبل أن توقفها الاتهامات بخانة الخصوم ولربما يكون هذا فعلياً أحد أسباب استمرار الأزمة يوجه الرئيس اليمني عبد رب منصور هادي رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يسرد فيها ما وصفها بالتجاوزات للمبعوث الأممي إلى البلاد مارتيني جريفث يقول هادي إن جريفث يصر على التعامل مع ميليشيا الحوثي كحكومة أمر واقع بل ويسويها بالشرعية ومن ذلك اشهدته بزعيم ميليشيا الحوثي في مجلس الأمن الدولي منتصف عيار الحالي كما اتهم الرئيس اليمني المبعوث الأممي بالسعي لتوسيع أطراف الحوار عبر تبنيه لإطار سياسي للمفاوضات خارج سياق القرارات الدولية وخارج ما توصلت إليه جولات المفاوضات السابقة حتى اتفاق الحديدة ألقى هادي جزءا من اللائمة على جريفث لقبوله بتسليم الموانئ للأمم المتحدة دون علم الحكومة اليمنية إضافة لموافقته على انتشار أحادي الجانب للميليشيات ليخلص الرئيس اليمني إلى إعطاء الرجل فرصة أخيرة ونهائية لتأكيد التزامه بالمرزعيات الثلاث في كل جهوده وتطبيق اتفاق ستوك هولم رسالة هادي تأتي تكميلا لحراك في البرلمان اليمني انتهى بتوجيهه إلى الحكومة أمرا بوقف التعامل مع جريفث بالتزامن مع حملة دشنها نشطاء تنتقد الدور الأممي في اليمن لكن أزمة الثقة مع المبعوث الخاص مارتين جريفث تذكر بسابقتها مع سلفه الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد الذي اتخذ الحوثيون موقفا معارضا منه كما وتطرح أسئلة ملحة عن الجدوى الحقيقية من الدور الأممي في اليمن الأمين العام للأمم المتحدة أنطانيو جيترش رد على رسالة الرئيس اليمني بتأكيد ثقته المطلقة بمبعوثه الخاص واستمراره بمهامه إلا أن التصريح لا يحمل الضمانات الكافية لإبقاء جريفث قائدا لجهود المنظمة الدولية لاستعادة العملية السياسية في اليمن لسيما بعد الفرصة الأخيرة الممنوحة له والتي أنقيست بسابقاتها فستعتبر ضائعة